موسيقى نه مشرق صنعاء أذنت شمس جبهاتها بأن تقول لمدينة سام أن التحرير يدق الأبواب معركة صادقة ورجال هم عنوان الاستبسال والبطولة نفضوا بمدفعيتهم وسلاحهم الخفيف غبار الكهنوت الحوثي من جبال جرشب وجبل الصافح وتباب الغنيمي مناطق استراتيجية كان الفضل في تحريرها بعد الله لقيادة حكيمة تحرك أفرادا هم أصلد وأقوى وأشد من طبيعة نهم الجبلية القاسية نعم إنها نه حين تحركت أيقظة آمل الكثير في استعادة اليمنيين لدولتهم وغيرت الصورة النمطية التي قامت طوال سنين على التهادن بضغوط دولية تقول بأن صنعاء عاصمة حل ولا يجوز التقاتل على أبوابها خلم تحرك هذه الجبهة بات حقيقة دامغة يجب على الحوثي تقبلها بكل ذل وخنوع فقط أسقطت هذه الجبهة خرافة الانتصارات الكرتونية التي تتباهى بها الميليشيات على القنوات الإيرانية فالسيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب أهلا بكم مواجهة ضارية في نه بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي ميليشيات الحوثي تواصل قصف المدنيين في الضالع تحذيرات من أضرار كبيرة قد تلحق بالعملة الوطنية نتيجة التلاعب عجلة تطهير جبال نه من ميليشيات الحوثية الكهنوتية مستمرة ويرصد ميدانيا تقدم في قلب الجبهة التي سيطر أبطال القوات الحكومية من خلالها على جبال وتباب استراتيجية في عملية نوعية تنفذ غبار الركود وتؤذن بانطلاق معركة حقيقية يؤمل من خلالها افتتاح العام 2020 بقرار حسب مع ميليشيات الحوثية الإرهابية ينفذون بطلقات المدفعية غبار الإمامة والسلالة من سلاسل جبال نهم الصماء هاهم الأبطال لليوم الخامس تواليا يواجهون من تبقى من ميليشيات الحوثي في معركة توصف بأنها مواجهات من نقطة الصفر والصور التي وزعها المركز الإعلامي للقوات المسلحة تظهر جانبا من هذه المواجهات التي تحمل الأبطال على عواتقهم وبسلاح خفيف إدارة عجلة التطهير مستجدات جبهة نهم يقول الميدان فيها أن القوات الحكومية أحكمت السيطرة على جبال الصافح واتباب الغنيمي الأنباء تواترت من قلب جبهة نهم التي سيطرت بالأمس ميمنة الجبهة على جبال جرشب فبقدر ما يكون الصعود على سفوح هذه التباب والجبال صعبا إلا أن تحرير المواقع المرتفعة يؤمن مساحات شاسعة ويجعل من عجلة التقدم أقوى وأسرع وفي المقابل الميليشيات الحوثية وعلى وسائل إعلامها تعيش حالة تكتم يخيم على شاشاتها عدى رسائل واتسن يتناقلها البعض لإعادة الروح المعنوية المنهارة وتقول مصادر ميدانية في العاصمة صنعاء والمديريات الخاضعة لسيطرة الميليشيات أن هناك حملة تحشيد إلى جبهة نهم شملت الحارات والعزل لتعويض الخسائر المتتالية وتعزيز الجبهة التي تصنف أنها في وضع منهار تماما سيما وأن الكتائب الخاصة هلكت قبل أن تضع بصمتها ونتحرج هنا في عرض صور قتل الحوثيين المغرر بهم وهلاك مشرفيهم على رأسهم جابر المؤيد ويحيا فضيل قيادات ترصد أنها كانت تدير عمليات الحوثي في نهم وبالنظر جديا إلى تحرك هذه الجبهة يجب على الجميع استشعار المسؤولية الوطنية واستغلال التحرك الجادل الأبطال فيها وقرار القيادة وإشغال الحوثي بتحرك جدي وخوض معركة واحدة بسيف واحد من الساحل الغربي وصولا إلى ميدي ومن صرواح مارب إلى الجوف وامتدادا إلى البيضاء فترك جبهة تتحرك منفردة يعني حقيقيا أننا أمام حجور جديدة وكتاف أخرى وتضحية بأبطال أشاوس أقسموا على الله أن ينصرهم ويظفرهم على عدوهم وعدو اليمنيين أجمع ما يزال الجميع في حالة ترقب اتخاذ قرار حقيقي للقضاء على الحوثي الذي لم يترك اليمنيين موضعا إلا وابتضع فيه جرحا نازفا لن يندمل باتفاقات سياسية لم تطبق منها الجماعة شي نهم فعليا رأس الجبهات والتحول الحقيقي في مسار استعادة الدولة من شرذمة الحوثي وأمل اليمنيين الأول وليس الأخير في اتخاذ قرار الحسم العسكري من قيادات وزارة الدفاع والقادة السياسيين وإنهاء حالة التهاد تمهيدا لحوار سياسي يثبت الحوثي من سلطة أمر واقع إلى حاكم على ما يسيطر عليه حاليا من مناطق في الجوف كبدت القوات الحكومية ميليشيات الحوثي خسائر فادحة واستعدت مواقع في مديرية الغيل بعد هجوم فاشل للحوثيين ويعزز تقدم القوات الحكومية في جبهة الغيل والتحامها بجبهة نهم من الميمنة في منطقة الوغز من انتصارات القوات الحكومية في جبهة نهم على خطى الكر والفر تأخذ المعارك طورا آخر من المواجهات تشتعل جبهة الجوف بشكل ملفت يتزامن ذلك مع معارك نهم وانتصارات القوات الحكومية فيها كان للحوثيين حملة كبيرة بعد استخدام أربعة ألوية تتوزع على مدرية الغيل وحام والمتون معركة الغيل لم تحقق شيئا للحوثيين سوى انتصارات لحظية مع سقوط مواقع وتم استعادتها بعد ساعات من سقوطها كما أن أبطال القوات الحكومية تمكنوا من شن هجوم معاكس استعادوا من خلاله تبة السوداء في منطقة مكزر القريبة من جبهة نهمة في الجهة الشمالية وهو ما شكل نقطة تحول في سير المعارك الميدانية لصالح أبطال القوات الحكومية نعم حاول العدو قبل يومين التسلل إلى هذه الأماكن كما ترونها وهي متاخمة لميمنة الفرضة ولكن الحمد لله الأبطال كانوا له بالمرصاد وتم صد زحفهم وعندهم خسائر كبيرة جدا في الأرواح وخسائر في العتاد نشكر أيضا الأخوة في التحالف العربي الذين هم جنبا إلى جنب معنا دائما وأبدا المدفعيتهم شغال 24 ساعة والطيران استهدف أكثر من عشر ما بين عربات وأطقم وقيادات يقال أنها ذهبت سداء وأمور إن شاء الله الأمور تحت السيطرة ونحن مسيطرين في هذه الأماكن كما ترونها ودائما أعلام العدو هو متعود على التزييف والكذب لكن نحن نقول لكم من أرض الواقع الواقع يقول أن العدو انتحر أما في الجهة الغربية من محافظة الجوفة دارت أشرس المعارك بين أبطال اللواء 22 موشا وميليشيات الحوثي سقطت مواقع تقع في خط التماسة بين الطرفين منها تبت قعيطة وبعض المواقع فيما تدور حاليا مواجهات لاستعادتها بعد وصول تعزيزات من اللواء لم تكن جبهة حامة وحدها تشهد معارك مفصلية فكانت مديرية الماتونة التي تبعد عنها عشرة كيلومترات في الأخرى تشتد فيها وطيرة المعارك بعد أن كانت عصابات الحوثي قد سحبت آليات تقيلة من الجبهات الأخرى إليها بغيت استعادة مواقع حساسة لكنها وجدت مقاومة شديدة لدى الأبطال تزامنت المعارك مع ضربات لسواريخ الكتيوشة ومدافع جهنم استهدفت آليات للحوثيين بالقرب من سوق الإثنين يرى مراقبون عسكريون أن معارك الجوفة والحملة العسكرية التي تشنها الميليشيات ليست إلا محاولة لترجيح الكفة وتعويض انكسارها في جبهة نهمة والغيل من محافظة الجوفة عبدالعالم دحلان لقناة اليمن اليوم وفي الضالع كثفت ميليشيات الحوثي قصفها باتجاه المناطق السكنية ومواقع القوات المشتركة والمقاومة الشعبية في جبهة الجوب وبتار المحاذية لمديرية الحشاء للتغضية على انكساراتها كالعادة عاودت الميليشيات الحوثية شن هجماتها وزحوفاتها باتجاه معسكر الجوب وبتار والمشاريع المحاذية لمديرية الحشاء بالضالع بعد توقف لعدة أيام وخلال الساعات الماضية قامت وحداته من الكتيبة الأولى بلواء الشهيد شلال الشوبجي وكتائب الشهيد مروان العشوي وألوية الصاعقة من صد الهجمات التي قامت بها الميليشيات الحوثية والتي استخدمت فيها قذائف الدبابات والهاون وصواريخ الكاتيوشة ففي الاتجاه الغربي تم صد وكسر محاولة تسلل باتجاه موقع القفة بالشامرية ببلاد الحقي بالحشاء بينما شهدت الجبهة الشمالية سقوط العريض من القتلى والجرحة في محاولة تسلل من اتجاه منطقة صبيرة ومجاورها نحو معسكر الجب الساعة الماضية حقمت علىنا الميليشيات الحوثين وهقموا علىنا في السلاحة الدبابات والمدفعية وفي منطقة بتار حقموا علىنا في منطقة بتار والمشاريح والصبيرة والجب وتم تصديق ميليشيات الحوثين يعني عزيمة وردناهم في فضل الله يعني والمعنوية إن شاء الله إنها عالية حاولت تسلل الميليشيات على مواقعنا من أطراف ميليات الحشياء وحاولت من التسلل من حبيل السماعي وكبدناها خسائر بالأعداد والأرواح كل الهيمات والمحاولات البائسة التي قامت بها الميليشيات الحوثية باتجاه يبهات الجب وبتار والمشاريح بهدف استعادة مواقع خسرتها سابقا باءت بالفشل الذريع كون أبطال القوات المشتركة والمقاومة الشعبية الجنوبية يتحكمون بالمواقع المطلة على صبيرة شمالا وأطراف مديرية الحشياء غربا ويمتلك المقاتلون عزيمة وإرادة صلبة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا والتي تتلقى ضربات موجعة في جبهة الجب وبتار وبقية جبهات الضالع بحسب مصادر عسكرية قامت الميليشيات الحوثية باستقدام تعزيزات جديدة نحو جبهات الجب والبتار والمشاريح لكنها لم تتمكن من إحراز أي تقدم وقد قامت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية بالتصدي لها وجعلتها تفر باتجاه مناطق الحشاء تجر وراءها أذيال الهزيمة والانكسار من موقع الجب وبتار محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الظالع تواجه ميليشيات الحوثي إرباكاً على وقع اشتداد معارك في عدة جبهات ما شكل حصاراً على عناصرها من أكثر من جهة ودفع الميليشيات أيضاً للبحث عن خيارات جديدة لتدعيم صفوفها سواء بمقاتلين جدد أو بتعزيزات عسكرية خشية الانهيار واشتعالوا جبهات البيضاء والجوف ونهم جاء في توقيث متزامن شتت القوى العددية للميليشيات وأيضاً أفقدها عشرات المقاتلين في غضون ساعات خلال الأسبوع الماضي دارت معارك وصفت بالعنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال ابتداء من البيضاء والجوف وانتهاء بجبهة نهم التي أصبحت محرقة لعناصر الحوثي خلال الستة الأيام الماضية البداية من البيضاء حيث دارت معارك ضاحنة بين أبناء المحافظة والقوات الحكومية من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى إثر محاولة عناصر ميليشيات الحوثي التسلل بمنطقة هجاف والذي فشل كالعادة أمام صمود وعزيمة رجال البيضاء الأشاوس وتكبد الحوثي خسائر كبيرة في العدد والعتاد أما في الجوف تمكنت القوات الحكومية من تكبيد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة واستعادت مواقع في مديرية الغيل بمحافظة الجوف كما تصدت لهجوم فاشل للحوثيين تكبدوا على إثره خسائر في الأرواح والممتلكات هذه المعارك جاءت بالتزامن مع اشتداد القتال في جبهة نهم والتي واصلت فيها القوات الحكومية قصف تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية شمال المديرية وألحقت بها خسائر في الأرواح وتمكنت على إثرها القوات الحكومية من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية أبرزها سلسلة جبال جرشب وأسفرت عن سقود عشرات القتلى والجرحى من العناصر الحوثية بينهم قيادات ميدانية وأسر ثلاثة عشر عنصرا حوثية حضر خبراء اقتصاديون من الأضرار التي قد تلحق بالعملة الوطنية نتيجة التلاعب بها مع انتهاء المهلة التي أعلنتها الميليشيات الحوثية للتخلص من الطبعة الجديدة من العملة والتهديد بالسجن لمن يتعامل بها تتواصل حرب العملة في اليمن مع انتهاء المهلة التي أعلنتها ميليشيات الحوثية والمتمثلة بالتخلص من الطبعة الجديدة للعملة الوطنية التي أصطرها البونك المركزي في عدن ومنع حيازتها أو تداولها بزعم الحفاظ على الاقتصاد الوطني وبدأت الميليشية الحوثية في حربها المستعرة على الجانب الاقتصادي باستهداف العملة الوطنية بقرار يمنع حيازة أو تداول الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها وأمهلت البونك والشركات ثلاث يوما للتخلص منها التعميم الحوثي حدد للمواطنين آلية لتعوضهم بدلا عن نقودهم من الطبعة الجديدة بعملة إلكترونية يؤكد مراقبون أنها وسيلة من وسائل الاحتيال على المواطنين ونهب أموالهم الميليشيات لم تنتظر حتى انتهاء المهلة فشكلت فرقا ميدانية للنزول إلى الشركات ومحلة الصرافة وداهمت بالفعل محلات تجارية وصرافين في عدة محافظات بذريعة البحث عن الطبعة الجديدة مراقبون اقتصاديون توقعوا أن تتصاعد شرسة الحملة الحوثية ضد الصرافين والشركات بذريعة التفتيش عن الطبعة الجديدة وابتزازهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وفي مقابل تصاعد الحرب الحوثية ضد العملة الوطنية فإن الجهود الحكومية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب لتكتفي ببيانات صادرة عن البنك المركزي في عدن وأخرى صادرة عن مصطر مسؤول للحكومة والتي يبدو أنها فقدت أدواتها للسيطرة والتأثير على السياسة النقدية وتشهد مناطقها تدهورا في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بدعم من المقاومة الوطنية دشنت السلطة المحلية بمديرية المخاة دوري الرياضي الأول ضمن المساعر الرامية إلى تطبيع الحياة وإجهاض محاولة الميليشيات الساعية إلى تعكير صفو المدينة بخروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار السلطة المحلية في مديرية المخاة والمقاومة الوطنية تدشنان الدوري الرياضي للموسم 2020 بهدف تطبيع الحياة ومزاورة الأنشطة الرياضية بشكل طبيعي كما مثل الصورة الحقيقية لتضافر جهود السلطتين المحلية والعسكرية في إعادة ثقة المواطن بالدولة وإجهاض مشروع الكهنة الرامي إلى تمسي معالمها هذا النشاط الرائد التي تقيمه مديرية المخاة نحن نتمنى لهذا الشباب النقاح ولهذا الدوري أن يستمر ويتكرر في مديريات الساحل الأربع ونحن نقول بأن السلطة المحلية في المحافظة لن تتوانى في أن تدعم هذه الأنشطة التي تقدمها هذه المديرية من ضمنها هذا الدوري الذي نحن نشهده اليوم مكتب الشباب والرياضة في المديرية ونادي الميناء كان لهما شرف تنظيم الدوري للموسم 2020 حيث كانت ضربة البداية باللقاء الذي جمع صقور الجعدي بمنافسه القادسية وآل في مصلحة الأخيرة بخماسية نظيفة على أن تستكمل بقية منافسات الدوري الذي سيمثل البداية لمشارع رياضية وفعالية مستقبلة في شتى الألعاب الجماعية والفردية اليوم بدأت انطلاق دوري كرة القدم 2020 الذي يعتبر هذا الدوري بدأت انطلاقها لفعاليات رياضية قادمة حيث أن هذا النشاط برعاية محافظة محافظة تعز أستاذ نبي شمسان وبدعم قائد المقامة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح ومدير عامل مديرية أستاذ عبد الرحيم الفتح نشكرهم على ما قدموه في تجاه الشباب والرياضة من تفعيل الأنشطة الرياضية وحيث هناك أعدة أشياء مثل بناء صالة رياضية ومبناء النادي إقامة الأنشطة الرياضية في مديرية المغة تأكيد من السلطة المحلية وقيادة المقاومة الوطنية على أن إرادة الحياة ستتغلب على مشروع ميليشيات الموت وأن المديرية بفضل إيقظت أبطال القوات المشتركة وأنفوان الشباب ستواصل مسيرتها الفتية في وثوب وانتصار وعلى الخطة السبتمبرية سيتم أعادة بنا ما دمرته ميليشيات الخراب والدمار ختاماً عودة للتذكير بأبرز ما جاء في حصادنا مواجهة ضارية في نهم بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثية ميليشيات الحوثي تواصل قصف منازل المدنيين في الضالع وتحذيرات من أضرار كبيرة قد تلحق بالعملة الوطنية نتيجة التلعب وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع نلتقي وإياكم بإذن الله في الأسبوع القادم أنتم الوطن بألف ألف خير وفي رعاية الله ترجمة نانسي قنقر